مبدئيا كده زي ما قلنا في بتاعتنا دي لو عايزين نحل المانيول. طيب امتى يبقى احسن من او او قلنا مبدئيا كده لو الفريم عليه سوي. فاكل ليه? لان لو فيه سوي على الفريم في الحل دي هنتطر كمان نعمل معه جدول اسمه ساعة صعب قوي. فساعتها الافضل نشتغل بال او لو انت فاكر طيب مبدئيا كده. السيستمز اللي عندنا الفتاكر اللي بنحتاج معه اربعة سيستمز. اول حاجة مع ان الفريم ده سيمتريك لكن عشان الكاميرا ميلة فدي برضو مطاقة يحصلها سوي ولا لأ زي ما قلنا هتلاقي ان الكاميرا في النص عايزة تنزل والعمدان دي ساعتها تبقى عايزة تيجي يمين وشمال يا ما صح يحصل عندنا سوي. عشان كده فريم زي ده الاسهل ان انا حلو ازاي طيب فريم تاني لو تتاكر قلنا اللي هو رولر فيكسيت فريم. طيب رولر فيكسيت فريم ده. رولر ينفع تتحرك افقي. فبالتالي طبعا ممكن يحصل له ايه? يحصل له سوي. نتتحرك يمين وشمال. طيب او اتفقنا فريم تو هنجد عادي او فكسيت عادي لكاننا عليه ريزونتا اللود من ناحية واحدة. طبعا ده برضو يحصل له ايه? يحصل له سوي. او رابع حاجة فكن قنا لو الفريم فيه لينك ميمبر. مسلا زي لما نحطه لينك ميمبر عشان نقلل دفليكشن شويه. طيب الفريم ده بقى مجهول طبعا مجهول في ايه? الفورس في اللينك نفسه. في الحال دي مش نحف نحل فبنتطر برضو نحله ايه? طيب خطوات بسرعة لأي سيستم من الاربع دول. اول حاجة بحسب الانرشيب بتاعة يعني برضو هحسب الاي بتاعة البيم والاي بتاعة الكولم بنفس الطريقة اللي فاتت بالزبط. شو بقى العمود ده فيكسد ولا هنجد وفيه شخشيخة ولا او هكذا. طيب تاني حاجة لو تفتكر كنا بنعمل ايه? بنرسم مومنت خيالي اسمه ام نود. فاكر كنت بعمل ايه دايما? بشوف ايه المجهول اللي عندي? اوكي? وغير نوع او اعتبر ان نوع هيتغير عشان المجهول ده ما بقاش موجود. ساعتها طبعا هبقى ماشي كده? ساعتها برسم نومنت اسمه ام نود. طيب بعد كده تالت خطو بنعمل ايه لو تفتكر? بشيل كلها وحط في اتجاه المجهول اللي انا شلته قبل كده. وانا برسم ام نود. وعن طريق ده فانا نرسم اسمه ام ايه? ام واحد. طيب بعد كده فاكر المفهود نعمل ايه? نحسب اتنين حاجة اسمها دلتا واحد نود. فاكرت دلتا واحد نود دي انا كنت بضرب مين في مين? الام نود في الام واحد. وحاجة تاني اسمها دلتا واحد واحد. كنت بدرب الام واحد في نفسه. وبعد ما احسب الدلتا واحد نود والدلتا واحد واحد فاكر كنت بتطلع المجهولة عندي ازاي بقول ايه دايما لو الاكس دي هي المجهولة ان الدلتا واحد نود زاد اكس في دلتا واحد واحد بيساوي زيرو. اقدر مهان لو تفتكر اطلع قيمة الاكس بتاعتنا بكام? طب وانس ان انا طلعت الاكس بقى اعرف ارسم ايه طول. خب بالك ان انا حاليا ما بشرح لكش طريقة انا بشرح لك الخطوات بس. مفوض نعمل ايه? لكن فهم الكلام ده بقى ده من ان شاء الله. دلوقتي احنا متكلم على بس طبعا ما غير فهم الدلوقتي. طيب لو احنا عايزين نطبق الخطوات دي كلها مسلا على فريم. انا مسلا عندي ماشي كده وعايزين نحله. اول حاجة يفضل للتسهيل ان احنا نعمل ايه? بنسايح كلها. لان اخو بالك في كل ما بقى فيه هتطرح احسب زيادة زيادة فيبقى اصعب بكتير. طب انا حاليا لما ايجا ساحة اللودز فاكين قلنا احنا من ساحة اللودز كلها معادة مين طبعا اللي فوق العمدان. يعني في مسال زي ده مفوض ساعتها سالع انهي اللودز التلاتة اللودز دول اللي هو هنا وهنا وهنا بس. ماشي كده طيب وساعتها يبقى تسوي ايه? سيجمال لود على الاسبان. معادة طبعا الاتنين كونسنتراتي اللود ايه اللي عند الاعمدة. وعلى الاسبان دي يخد بالك اللي هي اكيد طبعا على اللي داشئ اللي هو الطول الحقيقي. طيب الخطوات احنا قلنا اول حاجة نحسب ايه? نحسب نحسب الاي. طب تحسب الاي بتاعت البيم والاي بتاع الكولوم ولا لا? نفس الخطوات اللي فاتت بالزبط. يعني مثلا زي ده العمود هنجد. الفاكر يبقى الاي بتاعت الكولوم محفوظ على طول بكام? بي في خمسة على ستة تي تا كيب على اتناشر. انا عشان ساعتها بناخده عند الرفع تلتين الاتش. الاي بتاعت زي ما قلنا ميو في عشرة اصناق سربعة في البي كابيتل في التي تا كيب. طيب كالتاني خطوة عندنا ايه هي? انا عايزين نرسم مومنت اسمه ام نود. الاول حددلي الفريم ده ايه المجهول اللي فيه? الفريم السيماتريك ده الواي بكام? سيجمال اللي هو ده على اتنين? فالي هو معروفة. فاكي قلنا هنا المجهول هو الاكس. يبقى عشان نرسم مومنت التخيلي اللي اسمه ام نود ده هنعمل ايه زي ما قلنا? هنغير نوع من الاتنين دول. ماشي عشان ما بقاش هي اكس. طبعا يعني بدا من يبقى هنجد. هنخلي ايه مسلا? هنعتبره رولر سبورت. لو انا جيت عند ناحية موانعة واعتبرته رولر سبورت. يبقى في الحال دي الاكس بتاعتها بكام? بزيرو. وعشان ما عنديش اكسات في المسألة خالص. يبقى اكيد الاكس الناحية التانية هنا برضو هتبقى بكام برضو بزيرو. طيب ترسم المومنت في الكس دي ونسميه عندنا طيب خذ بالك كده انت الحالين لو اقفت حسبت المومنت عند العمود. في الحالة دي عندنا هنا هبقى بزيرو. هحتاج ساعة اتا مرة ثاني اه فحسب المومنت عندنا فين. في النص واشوف المومنت عندنا يبقى بكام. يبقى حالين دلوقتي انا زي ده وقفت هنا هنا بزيرو. وقفت حسبت هنا في النص بكام فاكر بوعصل بي لهم خط وانزل من النص الدوتد مسافة ادي ايه عشان دم gospel د�ش على تماني. وعشان انه هتاني نفس الكلام. فاكرة الام نوت دايما احنا كنا بنحتاج نعمله بحيس ان احنا نقدر نحسب مساحته. طيب فممكن قوي الشكل اللي عندي ده اقسمه الحاجتين. مسلس مسلا وبرابولا. اوكي يعني خد بالك مساحت المسلس زائد مساحت البرابولا بتساوي مساحت الشكل دو تولأ اللي هو موجود عندنا الناحية دي. طبعا مساحت المسلس بكام نص القاعدة في الارتفاع. يعني والله القاعدة اللي هي الطول ده والالتفاع اللي هي قيمة دي. ومسلس فين طبعا عندي تلت مسافة. طيب بالنسبة للبرابولا فاكر مساحة البرابولا بكام? طلتين الام في الال. طب الال اللي هي طول الميمبر. اوكي اخو بلك مش طول الخط الدواتد لا طول الميمبر نفسه. طيب وانا بقول طلتين الام في الال. فاكر الام اللي هي مفروض المسافة دي. فاكر اللي هي مفروض بكام? دبليو ال 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 داشة على تماني. يبقى انا كده اقدر بما ان انا قسمت الشكلين مسلس وبرابولا. اقدر اجيب مساحاتهم وبعرف كل فيهم ولا لا. طبعا اكيد بتاعها يبقى فين في النص بزبط. طب ده المهمة اللي بنسميه ام نود. قسمته للمساحات عشان في احتاج بعد كه اضرب الام نود في الام واحد. لازم اجيبه مساحات. تاني حاجة اتفقنا الام واحد. فاكر بنعمل ايه? بنشيل كلها اللي في المسألة. لكني عندنا مكان اللي احنا حاولنا ده زي ما اتفقنا. مكان الاكس نحطه واحد كلي نوتن. ونحل نرسل مومن على الكيز دي. طبعا عشان ما نسأل ان فياش اي تاني بقى ناحية تانية برضو بكام? واحد كلي نوتن. طيب ونقف عند العمود ونحسب المومنت هيبقى ساعتها الواحد في الارتفاع. قادر اجيب المومنت هنا او لا اووصل الخط. ويتقلب الناحية التانية بنفس القيمة. طب تقدر ساعتك جيب المومنت في النص برضو فانا هيبقى واحد بس في الارتفاع ده كله. ساعتا ونحسب اتنين. في دلتا اسمها دلتة واحد نوت ودلتة تانية اسمها ايه? دلتة واحد واحد. بالراحة كده دلتة واحد نوت اقلنا هنضرب الام نوت في الام واحد ازاي بقى عشان اجيب الادلتا واحد نوت دي بناخده من بر سي مسلا احنا هنتكلم عن بتاع الكمرا دي. فاكين هنقول ايه بمن هي الكمرا? واحد على ايه في لاي بتاع fully Vic Making! حاليا على الكمرا دي. طيب في الام نوت في الام واحد. فكين بعمل ايه? بجيب مساحة منهم واضرب في القيمة الناحية التانية المقابلة للسي جي بتاع المساحة دي. ولو الاتنين في نفس الاتجاه من الديتم تبقى اشارة لو عكس بقعت بالاشارة ايه? يعني ايه الكلام ده? يعني مسلا بالنسبة للمنبر ده. عندي مساحتين. مساحة مسلس وبرابولا. طيب فانا اول حاجة اجيب مساحة مسلس. قال ايه طبعا نص القاعدة دي. في الارتفاع ده. طيب واضربه في القيمة المقابلة للسي جي هو سي جي مسلس فين? مش في التلت. يبقى انا ساعت اهضرب مساحة المسلس ده في القيمة اللي عند التلت الناحية التانية. وليه في المسال ده? الاشارة تبقى ناجاتيف. لان هنا مسلس تحت الديتم لكن القيمة دي فين? فوق الديتم. عكس بعض. يبقى لما اجي اقول الام نود في ام واحد يبقى المساحة دي في القيمة دي. طب زائد لسه المنبر ده مش لسه عليهم من تاني اللي هو البرابولا. وانا البرابولا مساحته كام تلتين الام في الال. وزي ما قلنا الال اللي هو طول المنبر المايل. والام طبعا هي ايه? ده شعة تمانية. في النص? يبقى انا هضرب مساحة البرابولا في القيمة اللي في النص. برضو في المسال ده زي ما اتفقنا كده. الاشارة تبقى ناجاتيف لانه واحد تحت الديتم واحد فوق الديتم. طب انا كده خلصت اتفقنا الام في الام نود للمنبر ده. بس عشان اسألة اسيمتريك مش فيه ممبر زي ونواحد تانية بالزبط. يبقى انا كممكن اضرب فوق هنا في كام? اضرب هنا في اتنين. طب ده بالنسبة للكامرات الاعمدة عندي عمودين واحد يمين واحد شمال. بس عشانت تقول ايه? اتنين على اي بس في الاي بتاع الكولوم في الام نود في الام واحد. انت اخذ بالك الام نود بتاع العمود بكام? بزيرو. فساعة هطلع الترمي التاني ده كل بزيرو. يبقى انا كده زي ما قلنا قدرت احسب قيمة مين الدلتة واحد نود ضرب الام نود في الام واحد. طب عايزين كنا نحسب الدلتة واحد واحد. انا هنعمل ايه? هضرب الام واحد في نفسها. نفس الكلام اللي فات بالمالي لما تيه تحسب كده. عندي هنا الكاميرا يمين. وكاميرا شمال. فساعة اقول ايه? عشان هما الكاميرا تنزي بعض اتنين على الاي بتاع البيم. في الام واحد في الام واحد. تقدر تضرب الشكل ده في نفسه ناحية تانية. طبعا شكل ترمي زي ده مساحته سهلة. لكن عشان اطلع بتاعه بيبقى مشكلة شوية. عشان كده لو تفتكر بنعمل ايه? عادة بنقسمه. يا اما قسم من الاخر ده لمسلسين. مسلس هنا مسلس هنا. او قسمه مسططير ومسلس. اي حاجة ده صح وده صح. خيه مسلا نكمل المسال ده اساس مسلا هما مستطير ومسلس. طب بس عدتها تقفنا نجيب مساحة المستطير لها بكام طبعا القاعدة في الارتفاع مستطيل فين في النص. يبقى انا هاخد مساحة المستطيل ده ادراه في القيمة المقابلة ايه? للنص. يعني تبقى المساحة دي في القيمة دي. ماشي كده او طبعا اكيد الاشارة هنا تبقى ايه? لا اكيد لي اتنين في نفس الاتجاه. زائد مساحة المسلس. مساحة مسلس كام? نص القاعدة اللي هو الطول ده كله في اللي ارتفاع ده اللي هو الفرق هن. الحتة دي. طيب مسلس فين? في التلت. يبقى انا هاخده المساحة دي واضراه في القيمة المقابلة للتلت. وبرده اشارة تبقى ايه? تبقى ده بنسبة للقمرتين طيب العمودين مش برضو عندي عمود يمين وعمود شمال. وزي بعض بزبط قلنا يبقى طول اتنين على اي بتاع الكولوم في ام واحد في ام واحد. طب تضرب المسلس ده في نفسه هنا. طبعا هجيب مساحة المسلس نص القاعدة في الارتفاع مسلس فين? في التلت بالزبط يبقى تاخده المساحة يتضربه في القيمة المقابلة للتلت عندنا. وبرده الاشارة كده هتبقى ايه? هتبقى يبقى انا كده هاريف تحسب الدلتة واحد واريف تحسب ايه كمان? الدلتة واحد واحد. وانا عشان نجيب الاكس المجهولة اللي هو في مسال ده هتبقى الاكس ري اكشن. وانا هنقول ايه دايما? ان الدلتة واحد نود زائد اكس في دلتة واحد واحد بتساوي زيرو. اقدر من هنا لو تفتكر بتساوي لتنين عشان في الاخر اكيد ده مش هتحرك. زي ما اتفقنا كده اكيد الاخر تاعف تطلع قيمة مين? قيمة الاكس. طيب جيت الاكس هنا اتفقنا اللي هي الاكس ري اكشن اللي هي كانت مجهولة عندنا في الفريم. اقدر ساعة احل الفريم لما تيتفكر كده الفريم الاصلي اللي هو كان عالي دوت. كده كده عشان سيمتريك الواي بكام سيجمال اللي ود على اتنين فالواي معروفة. طب الاكس حاليا احنا حسبناها من الفيرش والوورك ولا اه ليه كانت الاكس المجهولة عندنا. طبعا عندي الاكس والواي كمل بقى هتوقف توقف توقف احسب المومنت فين عند العمود هنا. فانا تحسب المومنت عندنا من الناحية دي. عرف اجيب قيمة المومنت بكام? مش هيتقلب الناحية تانية. بعد كزا ما قلنا نقف نحسب المومنت في النص عندنا وبرضو ايه الاخر ترسم بقية المومنت عندنا نشوف هيبقى اعمل ازاي? دي تفنى طريقة الرسم بالايه? بالفيرش والوورك.